سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم سيول تمنع تلاميذ من الدراسة بإحدى ثانويات أي تأملول قبل الخوض في تفاصيل الخبر انتمنى من الله يعجبكم محتوى القناة تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش تنضموا لعائلتنا تقودوا تصلوا بجديد القناة رجعوا للموضوع دينا تخلف عدد كبير من تلاميذ الثانوية تأهيلية الصفاء بمنطقة المزارة بأيتم اللول عن الحضور لقاعة الدراسة اليوم الأربعة 16 مارس 2022 بسبب محاصرة مياه الأمطار للباب الرئيسي للمؤسسة وأوضح مصدر مطلع أن انسداد قناة الصرف الصحي المتواجدة أمام باب الثانوية تسبب في تعطيل الدراسة لمجموعة كبيرة من تلميذات وتلاميذ وأطر مؤسسة وسقوط شاحنة وسيارات خفيفة داخل بلوعاتها ما ألحق بها خسائر مادية كبيرة مضيفا أن الواقع تتكرر مع كل موسم أمطار وقال إبراهيم تكسون رئيس جمعية أمهات وأباء وأولياء تانويات الصفاء التأهيلية بالمزار في تصريح له إن الإشكالية ليست وليدة اللحظة وإنما سنوية مع تهاطل الأمطار مشيرا إلى أن الخطير في الموضوع يتلخص في الكارثة البيئية التي يتسبب فيها تعطل قناة الصرف الصحي بحيث تنتشر روائح كريهة بالمكان وتتراكم الأزبال بشكل مقلق فضلا عن ظهور حشرات ضارة تهدد سلامة التلاميذ وكذل أساتذة وباقي المرتفقين وأضاف المصدر ذاته أن الجمعية قامت بالاتصال بمصالح جماعة أيتم اللون للتدخل حيث تعمل في هذه الأثناء على تحييد الخطر وتوفير طريقة آمنة للتلاميذ وباقي الأطر الطربوية مشددا على أن المنطقة برمتها تعاني من ضعف قنوات صرف المياه العادمة ما يهددها حسبه في حال كانت الأمطار غزيرة أو تعرضت للفيضانات منبها إلى ضرورة التفكير في إيجاد حل للمشكل القائم قبل أن يقع ما لا تحمد عقبه وأكد المتحدث أن الجمعية ستتقدم بملتمس إلى المجلس الجماعي لأيتم اللون لإدراج نقطات معالجة إشكالية قنوات صرف الصحي بجدول أعمال دورة الجماعة ومناقشتها وتوفير حلول ناجئة واقعية لإنهاء معاناة التلاميذ ومعها ساكنة المنطقة